العالم يتغير يوما بعد يوم والإنسان هو محور هذا التغير تأخذنا الحياة في دائرتها وتؤثر علينا ظروفها فنتأثر تأثيرا سلبيا يبعدنا ويبعد من معنا عن أهداف الحياة التي كنا نظن أننا سنحققها وأحيانا يعظم الأمر فنفقد القدرة على الاستمرار الخلافات بين الزوجين وتأثيرها على الأطفال أب يشتكي من صعوبة التعامل مع ابنه المراهق وامرأة مكتئبة بعد الطلاق وطفل يواجه صعوبة في الدراسة وهذا يسعى لتحقيق أهدافه في الحياة وآخر مقبل على الزواج ويخشى حياته الجديدة إنها دائما مشكلة إنسان ونحن في شركة إنسان هدفنا ومهمتنا أنت الإنسان العنصر الأهم في تكوين دولتنا الحبيبة الكويت ننمي مهاراتك نسقل خبراتك